السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد. عندنا طرق كتيرة ممكن نزبط بها او لون البشرة على برنامج الفوتشوب. ويعتبر الطريقة دي من اسهل الطرق اللي انت ممكن تزبط بها لون البشرة او في الصورة. كل اللي عليك انك هتحمل درجات الالوان دي. هسيب لكم رابط لها في صندوق وصف الفيديو تقدر انك تحمله. او لو دخلت على جهل وكتبت في السيرش درجات لون البشرة هتلاقي درجات كتيرة من الوان البشرة. هاخدها كده واسحابها احطها على الصورة بتاعتي. بالشكل ده. وهاجي على الصورة وهروح على واختار من هنا بعد كده هاجي على زينا هقف على مش على وهاجي على الاضطارة بتاعت اللي هي في النص واضغط عليها بعد كده هاجي واختار من هنا درجة لون تكون ماشية مع درجة اللون اللي موجودة في الصورة. هنيجي مسلا انا شايف ان دي تمام. تاني واحدة دي. من بعد كده هنضغط اوكي. هيقول لي هنا عايز تحفظ درجة اللون دي بشكل افتراضي هقول له لأ. وبعد كده نعمل زوم. وهاجي بالاضطارة كده. وهبدأ اختار منطقة كده تكون لغام اقوي ولا فتح اقوي في وجه الشخص. بالشكل ده. ممكن تغير المنطقة بتاعتك. وتشوف لحد ما تزبط اللون معاك. نعمل زوم. لو لقيت الالوان فاقعة قوي او عاوزت تقلل شوية. ممكن تيجي على القطارة اللي في النص دي. وهنيجي هنا على وهبدأ اقلل في درجة اللون شوية. بالشكل ده. بعد كده هنضغط اوكي. هيقول لي برضو عايز تحفظ درجة اللون دي بشكل افتراضي. هقول له لأ. ونعمل زوم برضو كده. وهبدأ اجيب القطارة بتاعتي وهضغط برضو في مكان او اللي موجود في الصورة. زي ما احنا شايفين كده. كده احنا قدرنا نقلل في لون او درجة لون البشرة شوية. بالشكل ده. نشوف كده قبل وبعد. بالمنظر ده. برضو لو جبنا الصورة بتاعتنا او التأثير اللي احنا عملناه وحطناها على صورة برضو زي دي. زي ما احنا شايفين كده. تمام? تقدر برضو تغير في درجات اللون براحتك. عن طريق زي ما قلنا هنضغط هنا دبل كريك. وبعد كده هنيجي على لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عاوزين. بعد كده هنضغط اوكي. وبس كده ده كان فيديو بسيط عن ازاي تقدر تزبط او لون البشرة في برنامج الفوتشوك. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية. سلام عليكم.